هاي يا بنات عاملين ايه؟ النهاردة في الفيديو بتاعنا هكلمكم عن 3 اصدارات من عطور نارسيس رودريغس وهم تحديدا من خط نارسيسو واول اصدار فيهم وهو الاشهر على الاطلاق هو نارسيس بودري وثاني اصدار هو نارسيس روج وثالث اصدار هو نارسيسو امبري او نارسيسو امبر خلونا نبدأ مع اول اصدار واكدد اصدار هو نارسيسو امبر خلينا نتفق الاول ان كل العطور من الخط ده قريبين من بعض كتير بيشتركوا في المسك وبيشتركوا كمان في الريحة الباودر طبعا بفضل وجود المسك والاخشاب ولكن عطرنا النهاردة او اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو نارسيسو امبري الاخشاب فيه تعتبر الى حد ما نعمة وهدية وبتظهر بس في قاعدة العطر ولكن مقدمة البرفيوم ده هتشمي منها ريحة صابونية سويت ولكن هقولكوا تفرق ايه عن نارسيسو بودري الريحة اللي هتشميها هنا ريحة ظهور ولكن ظهور صفرة بمعنى انها ظهور سولر بحيث انها ظهور فيها ريحة كأنك في حاجة روستد او في حاجة ريحتها صفرة كما لو كانت سني ريحة زي ريحة البادي لوشنز او السون سكرين فعلا زي ما بيشبهوها هي فعلا بتشبه الرائح دي جدا كأن البرفيوم كريم او سون سكرين او بادي لوشن من بتاع الشمس او اللي بناخد دي اللون التان الظهور الصفرة هنا هتدينا ريحة تشبه قشور الموز والمشمش مع بعض انا اقرب حاجة بشمها هي الريحتين دول جدا بحيث ان يشمه ريحة لذري زي جلود المشمش وجلود الموز وريحة كده ريحة تروبيكال حلوة سويت كمان المسك والعنبر هنا بيدونا ريحة باودري هما في قلب العطر مسك وعنبر مع بعض والقاعدة فيها خشب الكشمير وفيها خشب الارز وكمان الفانيلا ولكن الفانيلا بحس انها هدية جدا مش قوية ولا مزعجة الريحة السويت بشمها اكتر من الظهور الصفرة العطر ده انا قادر اقول لكم هو عطر طبعا يعتبر عطر مسك زهري باودري خشبي امبر في ريحة العنبر طبعا وظهور صفرة بقوة انا شايفة ان الأكورز متوزعة حلوة جدا مش حاسة ان فيه حاجة مش متزنة او حاجة زيادة عن اللازم الريحة السويتي اللي هي جاية من ريحة الظهور ريحة حلوة قوي لدري بتفكرنا شوية بالجلود النعمة خشب كمان هنا نعم جدا المسك والعنبر ندينا حساس سويت ونظافة في نفس الوقت البرفيم ده اعتبر سوبي شوية اول رشة هتشمي فعلا بودرة مسك مع الظهور السويت الصابونية وتحسي بعد شوية بالدس وحرارة العنبر والظهور الصفرة وخشب الكشمير البرفيم ده بيفكرني انا شخصيا شوية ببرادا لفم اللي جربه هيحس جدا بالاحساس ده لان هو فيه زهور صفرة زي زهرت الفرانك باني واللانج لانج بيديهم نفس الريحة الصابونية اللي في نفس الوقت السويتي والكريمي يعني وهي في نفس الوقت مع ريحة النظافة البرفيم ده بيدي ريحة بتشبه ريحة الشاموى ريحة الجلود ريحته مميزة جدا الفانيلا تعتبر خفيفة هنا ما بحسش انها مزعجة البرفيم تحسين هو دوي او نادي اكتر من انه دراي وليه بقولكو ده لان فيه اصدارات كلمكو عنها فيها الريحة الدراي اكتر الاصدار التاني اللي معانا بعد كده كلمتوكو عنه قبل كده وهو نارسيسو بودري البرفيم بقى ده اشهر برفيم فيهم تقريبا والبرفيم ده الحقيقة بقى قائم على الوايت فلاورز او الظهور البيضة وده بعكس الظهور الصفرة اللي بتدينا ريحة سداكتف ساكسي شوية هنا هتحسي ان الظهور البيضة بتدينا شاكة واناقة اكتر وليها السنس باودري اكتر كمان من الظهور الصفرة اللي بتروح على السويت وعلى التروبيكال اكتر البرفيم ده اول ما هتروشي هتشمي منه ريحة الياسمين والورد والمسك وده كومبو الحقيقة دايما وكمان لو بيبقى معها فانيلا بيديكي ريحة باودر قوية جدا 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 هو الياسمين والورد والمسك والفانيلا هنا ما فيش فانيلا في البرفيم ده ولكن هتشمي ريحة فانيلا لان القعدة فيها تونكا او كومارين وده بيدينا ريحة سويت ولكن الكومارين بقى ده هيميز البرفيم جدا لان انا بشم ريحة الكومارين بقوة وهي بتدينا ريحة زي ريحة اللوز المكارمل تحسي انك شم ريحة حاجة عاملة زي النطس المكسرات المكارملة الدسمة اللي فيها ريحة زي زي زبدة المكسرات دي هتحسيها في القعدة جدا مع ريحة خشبية وكمان باتشولي طبعا باتشولي بيدي البرفيم ده سبات عالي وريحة يعني فيها سنة كده خضرة بتخلي الزهور البيضة اللي موجودة في العطر ده فيها خضار كما لو كانت لسه فراش خلينا نتكلم بقى عن البداية الياسمين والورد البلغاري والورنج بلاصم او براعم البرتقال البرفيم ده لما هتروشي هتشم ريحة مسك قوية ولكن مسك مش داستي او مش مسك دراي او مش مسك باودر هتحسي ان المسك كأنه كريمي اكتر عشان كده البرفيم ده بيفكرنا كتير بريحة الكومباكت سويت باودر الفيس باودر الكومباكت كمان البرفيم ده تحسي ان هو شمعي بيشبه كريمات الشعر الشمعية شوية في نفس قلنا الريحة اللي عامنا زي الالمند الشمعي اللي هو المكارمل السويت ريحة ناطي كده وفي نفس الوقت صابونية ايوة بس صابونية كريمي سويت مش صابونية زي ما تكلمنا عن الاصدار الاول الاصدار الاول كانت صابونية بشكل تروبيكال بشكل يشبه ريحة اللوشنز اما هنا هتحسي ان الريحة هنا انتنس قوي 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 الريحة الشمعية القوية دي هتحسي البرفيم ده بيشبه ريحة كاسترد الفانيليا هتحسي ان هو البرفيم خشبي طبعا بتشمي في الاخر مع ريحة الكومارين او اللي هو اللوز المكارمل هتشمي معاها ريحة بتشبه ريحة الاقلام الرصاص ريحة الخشب اللي هو السيدر وود بيدينا ريحة كده يعني ريحة صفت من الاخشاب ولكن الاخشاب هنا اكتر من الاخشاب اللي موجودة في الاصدار اللي كلمتوكوا عليه في الاول فاقدر اقول لكم ان الاصدار ده يعتبر كريمي جدا 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 وكثيف ودسم كأن في ريحة زي الزبدة كده بيشبه ريحة الكمباكت باودر جدا جدا من غير اي نوتات حده اما العطر الاولاني كلمنا عنه لحظي وجود العنبر فيه بيديله ريحة سويت لدري زي الجلود زي ما قلنا فده كان فرق برضو اه خريكة فرق ما بين العطرين جدا اما العطر التالت بقى هو نارسيسو روج والعطر ده يعتبر هو النسخة الباودري ولكن بشكل دراي منهم يعني المسك هنا تحسي انه مسك باودر تحسي البرفيوم ده ريحته دراي زي التلك زي ريحة البودرة التلك ولا هو كومباكت زي نارسيسو بودري ولا هو لوشاني كريمي زي نارسيسو امبري هنا تحسي انه هو دراي اكتر ريحة الخشب هنا فيها سنة مختلفة في اضافة تانية في خشب الصندل وده بيديله ريحة كده كريمية برضو بتدعم قوي قوي ريحة الباودر ولكن في الغالب هتشمي ريحة زي التلك الدراي كمان في خشب السيدر في خشب الفاتفر وده بيدينا ريحة كده عاملة زي ريحة الاش بيدعم قوي انا بحس كتير يعني بيمشي مع الباتشولي جدا وده كان كومبو هايل الفاتفر والباتشولي اللي كانوا في نارسيسو بودري اما هنا عندنا خشب السيدر عندنا الفاتفر عندنا ايرس فيه هنا هنشم ايرس او السوسن وده بقى بيديله ريحة ميكبي جدا 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 فيه ورد وفيه مسك انا بشوف ان التلات اصدارات ريحتهم باودر جدا ميكبي جدا لو انت من الناس اللي بتحب ريحة الباودر والحاجات دي ارشحلك بقوة لو انت بتحبي الباودر الكمباكت باودر نارسيسو بودري طبعا اما لو بتحبي العطور اللي ريحتها عموما ريحة لنحية الميكب كله نارسيسو روج ريحته على بيبي باودر وعلى ميكب بشكل عام او زي شنطة ميكب كده ليها ريحة فواحة زي الكراشد اي شادوز كده متخيلين الريحة دي ولكن مع روج حادة ودراي اكتر ما بتحسيش انها كريمي قوي زي الاصدارين التانين لكن نارسيسو امبري حسي ان انتي بتتعاملي مع حاجة لوشن كأنك بتتعاملي مع ريحة بادي كريم بادي لوشن فعلا ريحة صاني كده وشمسية سولر متخيلين بتشبه زي ما قلتلكوا عطرة من ايفون اسمه سولر نارسيسس ده بالنسبة لنارسيسو امبري اما نارسيسو روج انا ما شميتش حاجة قريبة من الريحة دي الحقيقة ولكن هو ريحته ميكبي جدا جدا بتناسب الصيف هنا كمان هتشمي ريحة الورد القوي وريحة الفانيلا تعتبر هنا في الاصدار ده اقوى ريحة فانيلا هتشميها الفانيلا هنا اكتر من الاصدارين التانين الفانيلا هنا ريحتها لو انتي بتحبي هيبناطيك ايزون ممكن جدا تحبي البرفيوم ده هيديكي الفايب بتاعة الفانيلا المميزة الحلوة دي ولكن طبعا ما فيش هنا وجود الكوكونوت او ريحة الجوز الهند البرفيوم ده بيشبه جدا جدا فعلا ريحة البيبي باودر البيور بيبي باودر يعني البودرة البيضة دي عمنا زي التلك هتحسي نفسك رشاها مع ريحة سويت طبعا فيها مسك وفيها فانيلا وفيها ورد وفيها ايريس بيديها ريحة شمعية كده بتحسيسك ان البرفيوم برضو قريب فعلا من بعض الليبستيكس وبس كده يا حلوين ده كان رأيي بثلاث اصدارات من نارسيسو اتمنى ان الريفيو ده يكون افادكم فعلا واكون قدرت اوصل لكم ريحة التري برفيوم دول بشكل جيد وبس كده لو انتم مهتمين بمحتوى العطور وبتحبوا المحتوى البقدمه لكم بتنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكو كان معكم دينا اشوفكم ان شاء الله يا حلوين الريفيو اللي جاي و باي باي